وعلى هامش زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا باندرليين وصرح متحدث الرئاسة بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أكدت حرصها على التواصل المنتظم معه في ظل كون مصر شريكا استراتيجيا مهم من الاتحاد الأوروبية مؤكدة على رغبة الاتحاد في مواصلة دفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات من جلبه رحب رئيس سيسي باستمرار التواصل مع رئيسة المفوضية الأوروبية معربا عن التقدير للعلاقات المصرية الأوروبية ومؤكدا على الاهتمام بتطويرها وتعمق الشراكة التقليدية ما بين مصر والاتحاد الأوروبية التقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع السيدة أورزولا فوندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية وذلك على هامش زيارة سيادته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أعربت عن ترحيبها بزيارة السيد الرئيس إلى مقر الاتحاد الأوروبي وحرصها على التواصل المنتظم مع سيادته في ظل كون مصر شريكا استراتيجيا مهما للاتحاد الأوروبي مؤكدة رغبة الاتحاد في مواصلة دفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات بالنظر إلى ما تمثله مصر من مركز ثقل للمنطقة